لذلك أنا أقولها أن أعزال سيد الصدر أو التوصية بالانسحاب من الحكومات المحلية هو يأتي بناء على قناعة راسخة أن لا يكون جزء من مشهد بعد محاولات كثيرة من الإطار التنسيح أنا أكلها بكل صراحة الشيعة شعروا بغياب الصدر قد حصل لديهم انكسار قل نظيره في تاريخ العراق السياسي من عام الفتناثة أولي هذا اليوم الحاضر السيد الصدر بما يمتلكه من كارزمة ومتابعة ومحاسبة لأتباعه قد لا تتوفر لدى كثير من الشخصيات كذلك قواعده الجماهيرية تشهد حالة من التفاعل وهي أشبه بأقولها بطاعة العمياء التي قد تكون يحملها مجموعة من الأولاد المؤدبين لإيمانهم بأن أباهم أبو بار ويجب إطاعته وهذه الحالة مكنت السيد الصدر حينما يتحدث يتحدث استنادا إلى مدرسة ينتمي إليها وهو يرى في نفسه ويؤمن حقيقة أنه امتداد لمدرسة علي بن أبي طالب حتى في خطابه حينما يقول أن السلطة لا تساوي نعلن بالنسبة لي وهذا تأكيد لحديث أمير الممن علي بن أبي طالب لأحد أتباع حينما يقول أن السلطة لا تساوي عندنا لذلك أقول له هذه الرؤية لديه سيد الصدر ربما الآخرين أنا أقول لديهم رؤية هم يعتقدون أن هناك استحقاقات ويجب أن يأخذونها وهذا ما جعل السيد الصدر أن يتحدث بهذا النهج وهو لا يتحدث إلا لم يكن يؤمن بأن أتباعه بمختلف قاماتهم سواء على فكرة تيار الصدري لاحد يتوقع أنه تيار الصدري مثل ما بدأ عام 2003 اليوم يمتلق قامات يمتلق طاقات يمتلق غرف صناعة قرار وبالتالي هؤلاء كلهم أمام ما يطرحه السيد الصدر بناء على رأيه يعد كلاما ملزما له لذلك أنا أقول له ترك الساحة الأطراف الأخرى مثل ما ترك البرلمان في 73 مقعد يقول لهم اذهبوا أنتم وشكلوا الحكومات المحلية ولا أنافسكم في هذا الموضوع